تشريعات وقوانين واستضافات يستعد البرلمان البدء بها في الفصل التشريعي الحالي الذي انطلق بعد عطلة تشريعية دامت ثلاثين يوما رئيس البرلمان وجه اللجان والنواب باستئناف عملها وتحديد موعد لاحق لعقد الجلسات الفصل القادم سيكون فيه الكثير من الاستضافات كثير من الأسئلة الشفاهية هذا ما استوحيته من همم الأخوة النواب بالوقت الحاضر أمامنا قوانين أيضا كثيرة مهمة ما يهمنا في المرحلة القادمة هو تعزيز الدور الرقابي على اعتبار أن هناك خفوت بحالة الدور الرقابي أشار إلى ذلك كثيرا السيد رئيس مجلس النواب بالإنابة قوانين الحجد الشعبي وتعادل الشهادات والتعليم الأهلي وحق الحصول على المعلومة وغيرها من القوانين تنتظر التصويت في أولى جلسات البرلمان بعد قراءتها وإنضاجها قبل نهاية الفصل التشريعي السابق قانون هو لرصانة التعليم الأهلي رح يكون هناك تصويت قريبا على قانون التعليم الأهلي وثاني قانون مهم جدا هو لرصانة الدراسات العليا خارج العراق وهو تعديل قانون 2020 اللي رح يأدي إلى آلية جديدة لدراسات العليا خارج العراق وثالث قانون هو قانون التعليم الموازي الخاص وهو لدعم الجامعات الحكومية تمويليا ماديا خمسة أشهر لهذا الفصل التشريعي يبدأ من تموز الحال وينتهي بتشرين الثاني يأتي محملا بالكثير من الاستضافات والأسئلة الشفاهية التي أرسلتها لجان نيابية ونواب إلى الجهات التنفيذية فضلا عن تحدي حسم منصبي رئيس البرلمان ومع بدء الفصل التشريعي للبرلمان يرجح نواب المضي سريعا باتجاه حسم منصبي رئيس البرلمان وتشريع القوانين المهمة والمعطلة منذ دورات نيابية سابقة سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد